استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت نورا سليمان لبحث عدد من ملافات التعاون المشترك وذلك على همش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر ومشيدا بالدعم الكويتي الدائم لجهود الأصلاح الاقتصادية التي تبذلها الحكومة المصرية هذا وأكدت نورا سليمان استمرار التواصل الفعل بين الجانبين خلال الفترة القادمة في ضوء تطلع الكويت لدعم علاقتها مع مصر في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك